اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا بنقولها كده مختصرة لكن هي وراها مجهود كبير وراها صرف كبير من الدولة وراها وقت زمن يطويل فاحنا كل يوم بنركز مع حضراتكم على حاجة وفكركم بها النهاردة عندنا ايه بقى انشاء محطة محولات وادي النطرون بتكلفة 120 مليون جنيه وده الخدمة التنمية بالبحيرة محافظة البحيرة شاهدت بفتتاح رئيس عبدالفتاح السيسي محطة محولات وادي النطرون وده كان بالفيديو كونفرنس ضمن المشروعات القومية اللي انشأتها الدولة في اقطاع الكهرباء طبعا المحطة دي بتشتغل بجهد 500 لـ 220 كيلو وعندنا كمان الساعة بتاعتها 500 وبنتكلم بقى عن ربطها بالشبكة القومية يعني كل حاجة بتتعمل عشان حضرتك برضو تبقى عارف محطة بتتعمل زي ما بتوزعش كهرباء الناس اللي حواليها وبتقعد يعني مش بتنور للي جنبها وخلاص لا هي حاجة بتضخف الشبكة القومية يبقى عندك انتاج كبير يبقى عندك تجارة ويبقى عندك حاجة خاصة بيك جوة بتاعتك ويبقى عندك ما فيش أزمات ومشاكل مصنعك ما بتتأثرش اقتصادك ما بيبتأثرش ما فيش أزمات انقطاع كهرباء كل القصص دي متعلقة بكلمة واحدة لما بنقول إنشاء محطة محولات احنا بنعديها كده لكن هي بتبقى فعليا حاجة كبيرة ده كان المشروع اللي معانا النهاردة في عداد مصر محطة محولات وادي النطرون بتكلفة 120 مليون جنيه ودي هتخدم التنمية بالبحيرة وتنمية في محافظة يعني تنمية في جمهورية مصر العربية كلها دي كانت الحاجات اللي معانا النهاردة في عداد مصر